الوقت مشاهدين انتب حضرتكم مع مجاز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دين شكرا لك هديرة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن المصريين جميعا يحملون في قلوبهم لأرض سيناء الحبيبة تقديرا لا ينقضي مع تقدم الزمن وتعاقب الأجيال مضيفا في كلمته للشعب المصري في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن سيناء هي البقعة الغالية من أرض الوطن والتي ينظر إليها المصريون على إنها درة التاج ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة وشدد الرئيس السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من إبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة متوجها بالتحية إلى شهداء مصر ورجال الدبلوماسية المصرية وروح الرئيس الراحل لمحمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان أعلنت وزارة الأوقاف فتح جميع المساجد القبرى والجامعة أمام المصليين في صلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل وأوضحت وزارة الأوقاف أنها وجهت جميع المدريات والإدارات مع عمل لازم في هذا الشأن وتكليف الآئمة الذين يقومون بصلاة التهجد أكد وزير الخارجية الروسية سيرجيرا فروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف وأوضح لفروف أن كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيت اتفاق مشيرا إلى أن هناك شروطا للاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض وفي الوقت نفسه حضر لفروف من خطر فانلي لنشوب حرب عالمية ثالثة مؤكدا أن الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهان به أكد الرئيس الوزراء البولندي ماتشوس مورفيتسيكي أن بلاده أرسلت دبابات إلى أوكرانيا وأوضح رئيس الوزراء البولندي أن بلاده وفرت عتادا عسكريا لأوكرانيا بقيمة تصل إلى حوالي مليون ونصف مليار يورو ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت للحكومة البولندي أنها سلمت كيب سواريخ مضادة للدروع ودفاعات جوية وقذائف هاون وذخائر فضلا عن طائرة مصيرة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنظم اجتماعا يضم أكثر من أربعين دولة لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا تتركز على تسليح كييف وقال الرئيس هاية الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي مارك ميلي إن الهدف الرئيسي لمحادثات هو جعل المساعدة الأمنية لكييف والتي تشمل أسلحة ثقيلة وطائرات مصيرة مسلحة وذخيرة متزامنة ومنصقة قالت الحكومة المحلية في مدينة شنغهاي الصينية إن 52 مصابا بفيروس كورونا توف في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية وظهرت بيانات رسمية أن شنغهاي سجلت أكثر من 15 ألف إصابة محلية جديدة بالفيروس وتكافح شنغهاي أكبر مدن الصين وأهم مركز اقتصادي أكبر تفشي للفيروس في البلاد باتباع سياسة تفرض وضع جميع حالات الإصابة المؤكدة في منشأة الحجر الصحي الرئيسية أبرم إيلون ماسك أغنى رجل في العالم اتفاقا لشراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار وعرب ماسك عن رغبته في إصلاح ما اعتبره رقابة المنصة المفرطة على المحتوى وقال ماسك في بيان نشرته تويتر إن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة مشيرا إلى أن تويتر هو الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية نهاية موجز التاسعة في واصل موضوعاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر